وبولاية أدرار وفي حصيلة أولية خلفت الأمطار الأخير انهيار عشر منازل طوبية بالكامل مع تضرر نحو مئة منزل طوبي آخر وأيضا العديد من القصور من بينها قصر بحمو يحيى ودريس وقصر تلمين بمقار البلدية وحسب ما أكده نيب رئيس المجلس الشعبي لبلدية تلمين في اتصار هاتفي سابق فإنه تم تشكيل خلية أزمة على مستوى البلدية وذلك بغية معينة السكنات المتضررة ووضعية العائلات المنكوبة وحصائها وقال بأن البلدية خصصت عددا من الخيام لفائلة العائلات المنكوبة كما تم توجي طلب لدى مصالح الولاية قصة تقديم المساعدات بخيام أخرى مبرزا أن عدد السكنات المتضررة والمنهارة مرشح لارتفاع كمخالية الأزمة لازالت تواصل عملية الإحصاء وأن هذه الحصيلة مؤقتة